موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم عزيزي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قضية وحوار في هذا الأسبوع نناقش الصورة النمطية للمرأة المسلمة في الغرب هذه الصورة التي تشكلت عبر عشرات السنين ما الدوافع والعوامل التي أدت لتكوينها وما هي سبل تغيير هذه الصورة النمطية ونناقش في هذه الحلقة مع باحثة مسلمة تعيش في الغرب كيف أثرت هذه الصورة في حيات المرأة المسلمة وكيف تفاعلت المرأة المسلمة مع هذه الصورة تأثيرا وتحليلا نرحب بضيفة هذه الحلقة في برنامج قضية وحوار الباحثة في الأدب المقارن والعضو السابق في إدارة المنتدى الأوروبي للمرأة المسلمة هبا أبروين نرحب بك يا أستاذ هبا في هذه الحلقة من قضية وحوار في الحقيقة هذا الموضوع يحتاج لموسوعة لتحليل ودراسة صورة المرأة المسلمة في الغرب ولكن ربما باختصارات لهذه القضية المهمة في هذه الحلقة نحاول من خلالها رصد أبرز ملامح تلك الصورة وسبل مناقشة هذه المنامح بعد ذلك إذا كان هناك إمكانية لتغييرها في البداية دعيني أسمع منك تحليلا أو عرضا لصورة المرأة المسلمة أو المرأة الشرقية في الغرب ما هي أبرز ملامح تلك الصورة؟ مرحبا بك أخي جماد بداية لابد عندما نتحدث عن الصورة النمطية للمرأة المسلمة أو المرأة الشرقية في فترة من الفترات لابد أن نشير إلى أن التنميط للمرأة المسلمة كان جزء من التنميط للشرق بصورة عامة وجزء من تنميط الإنسان الشرقي الذي كان يرمز له في كثير من الكتابات بالآخر بالـ The Other فبدأت هذه الصورة مع بداية مجيء المستشرقين للشرق الذي كان مجهولا تماما للغربيين فكانت الشرق بصفة عامة كان غامض ولماذا كانت الصورة مختلطة؟ صورة المرأة الشرقية محتوى في صورة المرأة المسلمة أو العكس؟ لم يكن الدين طاغي على الصورة النمطية في ذلك الوقت كان الشرق شيء والغرب شيء آخر بعد ذلك بعد مراحل تاريخية معينة وبعد محاولة وضع أجندة معينة لإقحام الدين في هذه الصورة تغيرت فأصبحت المرأة المسلمة قد نتحدث عن هذا المرأة يعني الغرب كان يتحدث عن المرأة الشرقية ككل ويقصد بها المرأة المسلمة بالضبط وغير المرأة المسلمة ولكن في عرضه للمرأة الشرقية ككل هل كان تنميط الغرب لتلك المرأة يقترب أو يقصد به المرأة المسلمة دون غيرها؟ لم يكن الدين طاغي على التنميط في فترة معينة أصبأ هذا التنميط تغير بعد فترة الاحتلال مع فترة الاحتلال وبعد فترة الاحتلال عندما شعر المحتل أن الدين هو من أكثر الأشياء صعب اختراقها وأصبح حتى صورة المرأة بلباسها التقليدي يعني ربما نتحدث عن ذلك لاحقاً اللباس تقليدي أصبح يعني يشير إلى الصمود صمود هذه الثقافة الذين هم يعتبرونها الثقافة البالية أمام الثقافة المحتل المتحر إذن ما هي باختصار فعلاً نظرة المجتمعات الغربية لتلك المرأة المرأة الشرقية في ذلك الوقت؟ بداية بدأت هذه الصورة مع قدوم الرحالة والمستشرقين للشرق فكانت يعني كثيراً ما نعتقد أن الصورة النمطية عن المرأة المسلمة والمرأة الشرقية هي صورة حديثة لكن للأسف الصورة قديمة جداً جداً وفي كثير من الكتابات ترجع حتى القرن الخامس عشر والقرن السادس عشر صحيح أن هذه الصورة يعني نشطت أو تحركت أكثر في السبعينات والثمانينات من القرن العشرين لكن من قبل ذلك كانت هناك صورة سلبية قد تختلف تماماً عن الصورة الموجودة الآن لكنها أيضاً صورة سلبية ما هي؟ الصورة كانت مثلاً كيف كان ينظر للمرأة الشرقية؟ ينظر في فترة معينة كانت هي سحر جسد غائب أجنحة الحريم التي غالباً متصور في لوحات الفنانين بأن المرأة تجلس فيها عارية مستلقية صورة جامدة غابت عن روايات المستشرقين صورة المرأة الفلاحة صورة المرأة الكادحة صورة المرأة المتقفة والمتعلمة لم يكن هناك ذكر لمكانة المرأة في المجتمع الشرقية بالرغم من دور المرأة الكبير عبر التاريخ هذا لم يذكر لا يوجد أي ملمح قديم لذكر دور المرأة المسلمة والمرأة الشرقية في كتابات الغربيين؟ للأسف الغربيين لم تتح لهم الفرصة للتعرف مباشرة على المرأة بحكم العادات والتقاليد فكان المستشرقون يأتوا المرأة كان حتى الحريم عندما يوصف الحريم عندنا نحن الشرقين نعرف أنه مكان خاص بالمرأة لكن هم لأن أثرت فيهم روايات الألف ليلة وليلة وغيرها فأصبحوا يتخيلوا أن الحريم هذا هو مكان للنساء عاريات وغيرها كلها صورة الجسد طغت صورة الجسد الأنسوي على صورة المرأة المتحركة أين كانت المبالغة من وجهة نظرك في تلك الصورة؟ وما العامل التي دعت لها؟ المبالغة أن تغيب صورة وتأتي صورة أخرى تصبح صورة يغلب عليها الخيال من الواقع في فترة معينة يعني كيف خيال وهناك أيضا كتابات عربية كانت تنظر للمرأة كتابع وهناك في مرحلة من المراحل التاريخية كانت المرأة المسلمة مضطهدة يعني لا يمكن إنكار ذلك لا يمكن تعميم هذه النماذج هناك نماذج للأسف فعلا كانت فيها المرأة مضطهدة ولكن عندنا نماذج كثيرة يعني المرأة كان لها دور كبير في حتى تغيير تاريخ كانت في الفترة الاستعمار المرأة كان لها دور كبير في التحرير في تحرير الدور وحتى وقتنا الحالي لكن للأسف غابت هذه النماذج أصبح في فترة معينة الجسد وفي فترة معينة أصبحت يعني هي الضحية كانت المرأة ضحية وتثير الشفقة وهي حبيسة البيت وحبيسة المثل يعني كان يغلب على تلك الصورة الكثير من الخيالية والاكتعاد عن الواقعية وأحيانا عممت نماذج معينة مثل النموذج الذي ذكره جيستاف فلوبيغ المستشرق الفرنسي الكبير الذي يعني خطى فكر كامل على المرأة الشرقية من خلال كوتشوك هانم التي كانت بائعة هوا هذه هي الفرصة لم تتح له أنه يتعرف على نماذج لنساء من حقيقيات من المجتمع الشرقي يعبرنا تعبير حقيقي على المرأة فعبر يعني عن عمم صورة هذه المرأة على كل النساء الشرقيات وكتب فيه كتاباته أن هي أن النساء الشرقيات لا يفقهنا شيء وهذه الفكرة الأسف ظلت في أدهان الكثير من المستشرقين ومن من يحبون فلوبيغ إلى عصرنا الحالي هذا يقودني لسؤالك حول مراحل تشكل هذه الصورة عبر التاريخ يعني حتى إذا رجعنا للقرون الوسطى هل هناك أي ذكر للمرأة المسلمة المرأة العربية في فكر وأدب وحتى فن الغربيين نعم طبعا مثل ما ذكرت لك كانت هناك صورة ولكن تطغى عليها السلبية حتى في القرون الوسطى في القرون الوسطى كانت يغلب عليها تصوير الجسد يعني دائما لو حتى لو كان في مجال ممكن كنا عرضنا بعض اللوحات المستشرقين دائما تحدر في مكان بعيد حتى بالفن الغربي يعني متأثر بالفن الإيطالي بلوحات دافنشي وغيرها التي حتى هذا الموضوع هذا الجزء هو الذي كان يهمه في المرأة الغربية نفسها يعني لم يكن هناك تمييز بين المرأة الغربية والمرأة الشرقية لكن هذا الفكر انتهى في مرحلة معينة للأسف بالنسبة للمرأة الشرقية الفكر هذا استمر وأصبح أكثر خطورة يعني من ماذا تقصدين يعني المرأة عندما حدثت بعد الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية يعني أصبحت المرأة العاملة هي من تطغى على الساحة والمرأة تحررت من قيودها وكذا لكن ضلت المرأة الشرقية بالرغم من أنها كما ذكرت الليدي ماري مونتيجو هي كانت من أكثر الناس التي أنصفت المرأة المسلمة ما ذكرت عنها؟ هي كانت زوجة الإدوارد مونتيجو اللي كان السفير الإنجليزي للدولة العثمانية خاض تجربة حقيقية في تعرف على المرأة المسلمة يعني عاشت حياة حقيقية وحتى لبست النقاب في فترة معينة ذكرت في مذكراتها أن المرأة المسلمة تحضى بقدر أكبر من الحرية المرأة الإنجليزية لماذا كان هذا الإنصاف؟ لأنها عاش تجربة حقيقية ولم تقحم تقافى على تقافى أخرى؟ وماذا عن الآخرين؟ هل كانت تصويرهم للمرأة مقتصرا على تخيلاتهم على تأثرهم هم بتنميطهم للمرأة الغربية في المقام الأول؟ في مرحلة معينة لكن في فترة الاستعمار كان هناك نوع من الأجندة لأن المستشريقين في تلك الفترة كانت عندهم علاقة مباشرة مع المستعمرين اللي كانوا يمثلوا الدولة المستعمرة كانت فيه علاقة مثلا بين شاخت وبغيشير كانوا لهم علاقة باللورد كرومر اللي كان يدعم في حركات تحرير المرأة فلاسفة غربيون فلاسفة غربيون لكن هؤلاء المستشريقين درسوا الفقه الإسلامي بعمق وحاولوا أن يتغطرقوا لقضايا المرأة الطلاق، الزواج، الميراث اللباس الإسلامي وحتى جذبوا الكثير من الشخصيات الشرقية ماذا قال هؤلاء عمين؟ مثل قاسم أمين أتاروا الشبهات وأصبحوا يحاولوا إخراج نفي أو الأخذ بكل ما هو موروث ثقافي وضربها بعرضاً ولكن الموروث الثقافي الإسلامي الذي يعلي من قيمة المرأة الذي يجعلها مساوية للرجل الذي يجعلها أيضاً متساوية أمام الله في المسؤوليات هذه الصورة المرأة التي شاركت في الجهاد المرأة التي قالت المرأة التي درست الرجال المرأة التي قادت ليس لها حضور في كتابات المستشرقين نهائياً؟ حضور ضئيل جداً مقرنتاً بحجم التشويه الذي حدث لصورة هذه المرأة التي هو موجود حتى الآن يعني الآن تعيش في مجتمعات الغربية وأحياناً تشتغل مع شخصيات غربية ويرون في شخصيتك أنك أنت شخصية متعلمة ومتقفة لكن الصورة الدهنية يقولوا in the back of the head يعني ما زال موجودة لأن هؤلاء مروا ودرسوا في كليات ودرسوا المناهج التي يعني لا زالت تستخدم نفس المراجع يعني referencing the same references المراجع المغلوطة يعني أي دارس في كليات الغرب وحتى الشرق في كثير من الأحيان يجد كم كبير من المغلطات التاريخية ما تأثير هذا الكم من المغلطات حسب تعبيرك على صورة المرأة المسلمة والعربية التي تعيش هنا في الغرب هذا ليه طبعاً أكيد تأثير مباشر لأن هي أول من يعاني من التنميط هي ضحية التنميط الأولى الأكاديميين وعلماء الاجتماع كثيراً ما تحدثوا عن قضية التنميط والعولمة التقافية دائماً الشخص ينمط ويفرض عليك نموذج بشري كمالي واحد وعادة من يفرض هذا النموذج هي الدول الكبرى يعني الآن حالياً إذا تحدثنا عن الواقع الأوروبي الحالي هل بقيت الصورة النمطية للمستشرقين في بداية القرن الماضي هي نفسها هذه الصورة؟ هي نفسها في الإعلام؟ تدبدبت في فترة معينة من بين الشفقة والضحية وبين رمز الصمود أمام الاحتلال والآن أصبح هناك نموذجين قد يقول يعني تنحصر صورة المرأة النمطية في نموذجين النموذج الأول هي المرأة التي تمثل الإسلام في لباسها تمثل الإسلام في حياتها عادة ما يرمز لهذا النموذج بالنموذج الذي لم يستطع أن يتحرر من الدين لم يستطع أن يتحرر من هذه التقافة مهما وصلت المرأة أو بلغت فدائما ينظر إليه أنها لم تستطع أن تتحرر من عادة العقدة ونموذج الآخر هو المرأة التي يرمز لها حتى في مجتمعاتنا الآن بالمرأة المتحررة وكأن التحرر ينحصر في أن المرأة تنزع مثلا هذا اللباس وهذه الفكرة التي كانت فيه يعني بين الإنغلاق والإنحلال الأخلاقي لا يوجد منطقة وسط في صورة المرأة المسلمة لدى الغربيين حاليا نكاد يعني فيه فيه مفكرين يعني منصفين ولكن طغط يعني دائما ينظرون أن هذا الأصلح وهذا هو النموذج كما ذكر إدوارد سعيد في كتاب الاستشراق يعني ذكر أن عرف الاستشراق بأنه هو نظرية أمبريالية تفرد تقافة القوية على تقافة الضعيف فأنت دائما إن لم تكن في هذا الجانب إذا لم تكن المرأة المسلمة مشابهة أو تتصف بمواصفات الجودة التي تحصل على المرأة الأوروبية أو بنفس الشكل المرأة الأوروبية فهي مرأة لم تصل إلى نموذج كمال المشكلة ولكن من قال لك أن واقع المرأة المسلمة سواء هنا أم في العالم الإسلامي هو واقع إيجابي هو واقع يعني منير أليست صورة المرأة المسلمة سواء في الغرب حتى هنا وصورة سلبية في العموم أليست الظلم الذي يقع على المرأة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية يعني بدرجات متفاوتة يمكن أن نقول هو أكثر مما إذا كان يلحق بالمرأة في أي مكان بالعالم أي ظلم لماذا نحاول أن نصور صورة سلبية نعكسها ونقول بأنها إيجابية نحن للأسف عندما نتحدث عن قضية المرأة وصورة المرأة والطنميط وما تعانيه المرأة المسلمة نتحدث عنه بمعزل عن مقارنتها بالمرأة الأخرى يعني عندما نتحدث عن السلبيات كل النساء يعانينا من نوع معين من الظلم في العالم لكن عندما نتحدث عن الظلم الذي يقع المرأة المسلمة لن نتحدث عنه بالمقارنة مع الظلم الذي يقع المرأة الغربية أنا أعيش في الغرب ولدي صديقات كثيرات من غير مسلمات يعانينا من مشكلات أكبر حجما وأعظم تأثيرا على نفسيتهم من مشكلات المرأة الشرفية ولكن لا يمكن إنكار التمييز سواء كنا نسميه تمييز إيجابي أو هم يرونه تمييز سلبي الموجود في المجتمع المسلم بين الرجل والمرأة هنا مثل ما قلت يجب أن إذا أردنا المقارنة يجب أن نضع السلبي والإيجابي في كل التقافات حتى نستطيع أن نصل إلى صورة من هي المرأة التي تعيش في وضع أتعس من المرأة الأخرى يعني قضية العنف الأسري وقضية سيطرة الرجل موجودة بحدة في الغرب قضية المساواة والتحرر هي قضايا كثيرا ما أثيرت في الإعلام الغربي حول المرأة المسلمة تحديدا كيف تعرفين أنت قضية المساواة بين الرجل والمرأة في الثقافة الإسلامية؟ في الثقافة الإسلامية المفهوم الموجود في الثقافة الإسلامية هو مفهوم العدالة يعني المساواة موجودة في الثقافة الغربية نحن المساواة دائما ما أقول لصديقاتي أن المساواة قد تكون ظالمة يعني عندما مثلا دائما ما أضرب مثل لو في مثلا مباراة وفي واحد قصير وواحد طويل ويريدون أن يتابعوا نفس المباراة فإذا وضعتهم في نفس المستوى أنت سويت بينهم بس القصير لن يستطيع أن يشاهد بنفس في حاجة العدالة يجب أن يكون هناك فرص يعني بالضبط إذا أردت أن تكون عادلا فيجب أن تعطي فرصا متكافئة ولكن يعني كيف تدافعين عن اللامساواة أليس ذلك صعب الأصل المفهوم الحقيقي في الإسلام هو العدالة يعني المرأة لا يمكن أن نقول أن هي مساوية الرجل حتى بيولوجيا هي مختلفة تماما نفسيا وبيولوجيا وتكوينيا عن الرجل فلا يمكن أن نساويها بالرجل يمكن أن نعطيها فرصا أكبر في جانب معين وفرصا أقل في جانب معين ونعطي الرجل حتى الاثنين يعيشوا بسعادة ولكن حتى هذا الذي تدافعين عنه حتى في المساواة هناك مجتمعات عربية ويمكن أن نسميها مجتمعات مسلمة يطالب بعض السياسيين فيها بمساواة بين الرجل والمرأة خلافا لما جاء في القرآن كمطالبة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي قبل أيام التي طالب بتعديل قانون الميرات الإسلامي وأعطاء المرأة مثل الرجل عندما يتحدث شخص مثل الباجي السبسي عن مواضيع عميقة في الفكر الإسلامي لابد أن يتحدث عنه لابد أن يناقشه أو يحاوره إسلاميين يفهمون الميرات بدقة حتى يستطيعوا أن يردوا هذه الشبهة ولكن أليس أنا هذا المثال عرضته لأقول أن أمام المجتمع الغربي تبدو المهمة أصعب عندما يواجهك الغربيين بالقول أنظروا بعض القادة المسلمين هم يطالبون بالمساواة في قوانين الإرث التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن هذه الأشياء أنا عندما يسألني شخص عن شبهات مثل هذا أقول بداية هل عندك وقت أن نجلس معك ونشرح لقانون الميرات بالتفصيل حتى تستطيع أن تصل لأن فعلا في قانون الميرات الإسلامي هو قانون عادل يعني قد المرأة ترث أكثر من الرجل بالحب المحصلة يعني خصدك يعني في كثير من النساء يرثنا أكثر من الرجال فهي القانون الميرات في الفقه الإسلامي لم يبنى على الجنس بني على المرتبة على مرتبة القرابة لم يبنى نهاية العاجل والموضع الاجتماعي يعني بالمحصلة ممكن تأخذ أكثر من أخوها أو من زوجها وفي كثير من الحالات في الميرات ذكرها لا يحضرني اسم العلامة التي تحدث عنها ذكر يعني الرقم أو النسبة التي يرث فيها النساء أكثر من الرجال وتكون عندهم حصة يعني تابتة يعني لا أستطيع أن أذكر الرقم على كل حال هذا مثال فقط حول بعض القضايا الإشكالية في إقناع الغربيين بمسألة المساواة العادلة المساواة العادلة بين الرجل والمرأة صحيح في الإسلام ولكن إسقاط ذلك على المجتمعات المسلمة يعني هذه الصورة تحدثت عن أثرها على المرأة ولكن أريد أن أثرها على المجتمع المسلم ككل كيف يتأثر المجتمع المسلم سواء رجال ونساء في الغرب بصورة الغربيين عن المرأة هي قضية فرض نموذج مثالي بشري على المجتمعات لها مخاطر كثيرة تحدث عنها العلماء الاجتماع وعلماء النفس والأكاديميين المصلحين عند محاولة تنميط أي تقافة يعني تؤدي إلى انسلاخ الهوية مسخ فرض كما قلت سابقا تقافة الأقوى على الأضعف حسب السياسة يعني إذا كانت مثلا الدولة الأقوى الآن وتريد تنميط مجتمع أو قضية معينة بطريقة معينة تضع لها يعني كل وسائل المتاحة وتنمطها وتصبح المرأة يعني تبحث دائما لهذا النموذج المرأة تأثر طبعا نفسيتها هي المتأثر المباشر كما ذكرت يعني هي حتى تبدأ تحاول أن هي تثبت للآخرين أن هي ليست تلك المرأة مثلا الضعيفة هي الضحية هل هذه معركة سهلة يعني هل مثلا القضايا التي أثرت حول المرأة في العشر سنوات الأخيرة وخاصة مسألة الحجاب هل كانت قضية سهلة بالنسبة لك أن تناضل المرأة على مستويين أولا لتغيير صورة المرأة النمطية الموجودة وللدفاع عن قضايا حياتية أساسية مرتبطة بشخصيتها مرتبطة بدينها كالحجاب هي من تجربتي الشخصية ومن معايشتي لواقع النساء المسلمات في الغرب طبعا تأثرنا بطريقة مباشرة يعني الآن طفرة نزع الحجاب أصبحت موجودة بكثرة في المجتمعات سواء على مستوى الأقليات المسلمة في الغرب أو حتى على مستوى المرأة المسلمة في الشرق لماذا؟ لأن المرأة ستحاول تثبت للغير أن هي إنسانة إيجابية أن هي مطابقة للمواصفات المرأة المتعلمة المتقفة وكذا فأما هي ستأخذ الطريق السهل بأنها مثلا تحاول تنساق وراء هذه الدعايات يما أنها تكون عندها التقل كامل في نفسها وفي شخصيتها وعندها تجربة تقافية وظروفها الاجتماعية تسمح بأنها تناضل للحفاظ على هويتها وهوية الأجيال القادمة وهل ذلك سهل تغيير هذه الصورة النمطية في ظل هجمة كبيرة على الإسلام والمسلمين يجعل الرجل والمرأة مع بعض مطالبهم بالنضال لتغيير تلك الصورة النمطية هل ذلك ترينه في الواقع المسلمين في الغرب أمر ممكن؟ هو أمر ممكن لكن ليس سهل ولن يأخذ فترة قصيرة كثيرا ما يعني يحاول المصلحين أن يتكلموا عن مثلا أن المرأة يجب أن تغير من هذه الصورة الموضوع ليس سهل يجب أن يكون تضافر في الجهود بين كل الفئات مثل الإعلام على سبيل المثال ما دور الإعلام هنا حاليا يجب على الإعلام الذي يحاول أو الذي يريد أن يصل بصورة حقيقية أو يغير صورة المرأة المسلمة يجب أن يكون عندها خلفية تاريخية جيدة يجب أن يكون عندها فهم للواقع الغربيين كثيرا ما نجد من المسلمين الذين يعيشون في الغرب يعني نوع من التحدي أحيانا هم ضحايا أيضا لفكر موجود هذا ما وجدوه كيف نغير ذلك الصورة النمطية ونخلق صورة إيجابية يعني نخلق صورة لرموز من النساء يمثلنا تلك الصورة الحقيقية أنت الآن ذكرت صناعة الرموز هذه جزء من التغيير كنت تصنع شخصيات نسائية رموز تسوق لها إعلاميا والجزء الثاني هي محاولة النساء أنفسهن لابد أن يخوضوا المجال الأكاديمي ويحاولوا أن يغيروا ما ذكر عن المرأة الشرقية والمرأة المسلمة بكتابات يعني تتضمن واقع المرأة المسلمة على لسان نساء مسلمات يكون في صوت المرأة المسلمة هو الطاغي وليس أفكار وخيالات وتراجم ولكن هذا الصوت ما الذي يحتاجه من الرجل أيضا لكي يسند ويقوى ويسمع الرجل طبعا لابد أن يكون الدعم الأساسي يعني المرأة إذا هي حصرت مثل ما يسوق لها الآن يعني حصرت مهامها في البيت وتربية الأولاد وهذا جزء أساسي في دور المرأة ولكن يجب أن يكون لديها جزء من الوقت تكرس فيه تكرس في وقتها وجهدها لتغيير هذه الصورة وهذا الوقت وهذا الجهد لابد أن يكون بالتضحية ببعض المهام الأخرى التي يمكن للرجل أن يساعدها فيها الآن ختاما كم سنة نحتاج حتى نغير هذه الصورة النمطية؟ ربما نحتاج لعدد من السنوات مساوية للسنوات التي رسمت فيها هذه الصورة حقيقة أنا أرى أن المحاولات التغيير لا تسير بصورة منهجية مثل ما حدثت محاولات التنميط كما ذكرت في السابق أن الذين نمطوا صورة المرأة لشكل معين حتى يستغلوها يعني الاحتلال حاول لم يستطع أن يكسر المجتمعات الشرقية إلا عندما اخترق المرأة وهو عرف هذه المفكر الكبير فانون قال أنكم لن تستطيعوا أن تنتصروا في تورتكم على المجتمع الجزائري إلا بالدخول للمرأة فهم عرفوا أن المرأة هي جزء أساسي في تغيير المجتمع يجب أن ندرك هذا المفهوم ويجب أن نحاول أن ندرس العقلية الغربية ندرس العقلية الشرقية تاريخهم وكيف نؤثر على هذه العقلية يجب أن يكون في الناس الذين يسعون إلى التغيير علماء نفس وعلماء اجتماعيين وأكاديميين يجب أن نحي حركة التراجم يجب أن نحي حركة الكتابة وندعمها ماديا ومعنويا وندعمها بالجهد بالتوفيق ونتمنى أن نكون جميعا في ذلك الاتجاه لتغيير صورة المرأة المسلمة النمطية في الغرب وإبدالها بصورة إيجابية شكرا جزيلا لك الباحثة في الأدب المقارن والعضو السابق في إدارة المنتدى الأوروبي للمرأة المسلمة هبا أبو روين كما الشكر موصول لكم أعزاء المشاهدين ختام هذه الحلقة أترككم في أمان الله اشتركوا في القناة